او ان التطفيل زيادة بزايا شويس كلنا مختلفين فلازم نربي ولادنا على الاحتلاف على تقبل الاختلاف ودي اهمية الدمج وليزم نعمل الدمج صحيح الدمج لازم يكون بتعليم الام والطفل اللي هم وعندهم المشكلة ونفس الوقت بتعليم الام والطفل اللي معندهمش المشكلة ان احنا كلنا مختلفين فنبقى مجتمع واحد عشان كده احنا بنقول المشروع بتاعنا اللي هو حلمنا ونحققه اه بنقول ما بنقولش او الاطفال زيو الهتياجات القصة بنقول زيس از قبل دي هزيه قدرة وتعالوا شوفوا الاطفال اللي عندهم يعني مثلا حاجة في رجلهم حاجة في ايدهم عندهم قدرة فاقف حاجة تالي بدا ليه انهم هم في القصة اكل عن ايه بالقصة عن الاصحاء الزبت كده فاحنا عايزين نشوفها ايه نجيب هو تالنت ربنا ما بيظلمش حد هم 24 ارات ما هاوزعهم بالعدل فده في المستدينة الوقعة في حتة تانية قوية او العب عليها كمان هلعب عليها ايامتا 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 لما اركز لما اركز اركز ازاي لما اعرف لان العين بتشوف اللي الموخ اعرف انا لما قلت الكيش ان الطفل اللي ما بيسمعش بيعمل كده من ناحية الودن اللي ان هو مش سامع فبيركز على الناحية اللي هو مش سامع فيها فدايما بيبوميلين كده مش هتعرف لو عمل كده تقول ترقبته بتوجعه وفي ايه هو رقبته قصيرة شوية هو بيبه تكينتي لو عارفتي هتقولي لا انا عايز اروح اشايق على سامع الولد ده عامل كده ده ده قاله اللي بيعمل كده احنا شغالين على رفع كفاءة الاطفال تتهطر الاطفال الحمد لله عندنا فريد شغال كلهم تعلمين صح فبيعدموا صح وشغالين على المجتمع المجتمع اللي هو الام والاب والاسرة وجدة والحمد من جدان والصحبة والمدرسة بتاعة الحضانة والمجتمع مسلا في نادي في تجمع والصحبة اللي في البيت دول كلهم هم العلامات المؤثرة في حياته الطفل اقول لكم حاجة يعني انا بحس لما اريدوا استمرار الام اللي بتاكله اثناء حملها بيربي العادات الصحية للطفلة لما يتملد يعني لما شالوا الجزر خلوا ام هيا حامل تاكل جزر كتير جدا 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 وام تانية تاكل عادي ولدوا الطفل جملة ام اللي كانت بتاكل جزر كتير اوي شالوا الجزر من اكل البيب لما جملة طفل خالص لما حطوله الجزر اكل كبايس ان هو متعود عنك هديوها جوة فانتي بتربيله ياكل ايه في كل خضر وكل فكهة وكل اكل طازع يعني غزاء الطفل بيبدأ من من الحم من امر الام تاكل هقول لك بقى حاجة تانية غزاء الطفل بيبدأ وامه في سنوية في سن البلوغ يعني لقوا الست اللي عندها ضعفة في التغذية وهي في البلوغ كبنت حتى لو كانت كواس ويحامل ابنها عنده قدرة انه يبقى صغير ويتولد بادري عشان خلاصية فقدت رصيد حتى لو حاولوا التعوضه البناء مش مابني كواس شالكده مثلا شغولينا لازم يكون في مدارس السنة والكواس آخر يعني كده بناء الهواء